بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بكم في نشرة مرور صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر لعام 2024 يوم الأحد بدء العمل الرسمي لكافة أجهزة الدولة الحكومية قطاع العام وأيضاً المدارس الخاصة والجامعات الخاصة أي الجميع ينطلق في الشرع المصري مع بدء الصباح الباكر اتجاه كافة المصالح الحكومية والخدمية سواء بالنسبة للموظفين أو سادة المواطنين لقضاء احتياجاتهم أيضاً الطلاب والتنميز إلى كافة الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة لذلك شهد الشرع المصري في الصباح الباكر كسفات متوسطة على معظم المحاول المهيدين والطلق الرئاسية في زل انتشار خدمات مرورية مكسفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل هذا بالإضافة للتنسيق التام والمستمر ما بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بمحفظات القهرة الكبرى لمطبع خطوط السريعة الصحراوية وزرعية وبنسبة عودة السادة المواطنين عقب انتهاء أجازة نهاية الأسبوع وأيضاً السادة المواطنين المترددين على القهرة الكبرى لقضاء مصالحهم الحكومية ومصالحهم القصة هذا بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المرورية وتكسفها بمناطي الأعمال مناطي وسط المدينة كورنيش النيل والتي تشهد كسفات متوسطة لذلك تم تعزيز تلك الأماكن بخدمات مرورية مكسفة بالإضافة إلى خدمات منع انتظار حتى لا تسبب أي كسفات مرورية دون مبرر الطرق السريع على داخل القهرة الكبرى وأبرزها الطريق الدائرة حول القهرة الكبرى شهاد كسفات عالية وخاصة القادمة من القهرة تجاه الجيزة لذلك بفضل الاستخدام محوال روض الفرق الضبع شرع صلاح السالم القادم من منزل الكبرى العباسية ومناطق الدراسة اتجاه مسطح أرض بدان العروبة اتجاه شرع صلاح السالم مع تقطاعاته مع شرع العروبة وحتى كبرى الطيران أيضا شهاد كسفات مرورية عالية لذلك يفضل استخدام شرع امتدار رمسيس اتجاه طريق النص والذي يشهد إلى حد ما سيولة مرورية في الاتجاهين تم تعزيز الخدمات المرورية في المسطحات العلوية بالنسبة لأعلى الكباري وبعضها أعلى كبري 6 أكتوبر القادم من صلاح سالم وأيضا أعلى كبري فيصل المتاجئ إلى منزل شرع السودان وأيضا كبري الجامعة اتجاه منزل ميدان النهضة وأيضا كبري حدائل أبا اتجاه ميدان الأبا وأيضا كبري أصل النيل المتاجئ إلى ميدان الأبرا كل هذه الكباري شهدت تحركات متوسطة من حركة السيارات وخاصة في ساعات الزرورة الصباحية وصاعات الزرورة المسائية لذلك تم تعزيزها بخدمات مرورية مكسفة أزعى بالإضافة إلى السيارات البيت جباجي أعلى الكباري وذلك لسرعة التعامل مع أي أعطاء المرورية وصحباء إلى مستطحات الأرضية حتى لا تسبب أي كسفات أو ترقومات مرورية دون مبارئ كاميرات مرأبة بمناطق الأعمال بهدف متابعة الحالة المرورية بمناطق الأعمال والتعامل مع أي عواق مرورية أو كسفات مرورية قد تحدث وعلى مدار اليوم الكامل تنسيق تمام مستمر ما بين وظف عمليات المرور والخدمات المدانية في أشهر المصري كلهم في النتاق اقتصاصه بهدف تسهيل وتسهيل الحركة المرورية وخاصة في ساعات الزرورة الصباحية وساعات الزرورة المسائية اتزام قائد الصيارة وفرض المشاهد بتعليمات رجال المرور خاصة ساعات الزرورة الصباحية والمسائية بساعي بشكل كبير على تحسن الحالة المرضية وتسهيل وتسهيل الحركة المرضية